ما أعظم اختلاف أحوال الناس بين غني وفقير وصحيح ومريض وقوي وضعيف ولا شك أن لكل ذلك حكمة إلهية عظيمة فالله تعالى يبتلي عباده بالغنى والصحة ليشكروه ويبتليهم بالفقر والمرض ليصبروا على ما قضاه قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط فمن وسع الله عليه فشكر ربه وتصدق من ماله وتواضع لعباد الله فقد نجح في الابتلاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومن جحد نعمة ربه وبخل بماله وتكبر به فقد فشل في الابتلاء قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى فالأقرع والأبرص في القصة المعروفة شفاهما الله وأغناهما فلما جحد نعمة الله أعادهما إلى ما كان عليه من المرض والفقر مع سخط الله عليهما والأعمى لما شفاه الله وأغناه وشكر نعمة الله رضي الله عنه وأدام الله له النعمة ومن رزقه الله الصحة فليستعن بها على عبادة الله من الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات ومن ابتلي بالمرض فليصبر وليتذكر صبر أيوب عليه السلام ولا يتسخط على قدر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن رزقه الله زوجة وأولادا فأقامهم على شرع الله وعلمهم وأدبهم ورباهم تربية إسلامية فقد نجح في الاختبار ومن أهمل تربيتهم أو شجعهم على المعاصي كالتبرج والسفور فقد خان الأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ترجمة نانسي قنقر شكرا